بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه تبارك وتعالى بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسًا مباركًا وأن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يجعلنا من المعتقين فيه من النار وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانًا واحتسابًا ويفوز فيها بعظيم الأجر أيها الإخوة في الله الحديث عن الصيام وعن أهمية العبادة فيه وأن هذا الشهر الكريم هو سيد الشهور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر ويقول أتاكم شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين وينادي منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء في كل ليلة هذا الشهر المبارك هو شهر الخيرات وشهر الرحمات وشهر كريم وموسم عظيم يعظم الله عز وجل فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب هذا شهر الخيرات والبركات شهر المنح الإلهيات شهر المنح والهبات هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهرٌ محفوفٌ بالرحمة والمغفرة والعتق من النار اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فُتِّحت أبواب الجنة وغُلِّقت أبواب النار وصُفِّدت الشياطين وإنما تُفتَح أبواب الجنة في هذا الشهر الكريم لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبًا للعاملين بالأعمال الصالحة والاجتهاد في أعمال الطاعات وتُغلَق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان وتُصفَّد فيه الشياطين فلا يخلُصون إلى ما كانوا يخلُصون في غيره والحمد لله الذي بعث نبيَّه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليُخرِجَهم من الظُّلمات إلى النور ويُحقِّق لهم عبوديَّتهم فيخلُصوا ويُخلِصوا العبادة لله عز وجل ويطلُبوا ثوابه في أمور دينهم ودنياهم وقد شرع الله عز وجل لهم شرائع متعددة ومُتنوِّعة ومُتفاوِتة في زمانها ومكانها وفي كيفيتها وذلك من عجل التيسير عليهم وترغيبهم في القيام بها وليتهيَّؤوا لأدائها على وفق ما أُمِروا به وهي الأمور التي فرضها الله تعالى على عباده ليقوموا بها وليتهيَّؤوا لأدائها على وفق ما أُمِروا به فيها ما لا يتم الإسلام العبد إلا بها وهي أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإسلام الذي يُعتبر الصيام رُكنٌ منها وقد أُوجَبَ الله عز وجل الصيام على عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فقوله عز وجل لعلكم تتقون فالمقصد والهدف من الصيام هو تحقيق التقوى والتقوى هي السبيل إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنته كما قال عز وجل إن للمتقين مفازة وقال عز وجل إن المتقين في جنات وعيون وقال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم والله عز وجل أمر بالتقوى في كثير من آيات القرآن والتقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل لا بد للعبد أن يعمل بما أمر الله عز وجل به العمل بالتنزيل والخوف من الجليل تبارك وتعالى وعلى العبد أن يلتزم بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله ليحقق هذه التقوى والله عز وجل أمر الناس بالتقوى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبين عز وجل أن التقوى هي السبيل إلى رضوانه وجنته كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فالسبيل إلى التقوى هو باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه ولذلك الله عز وجل قال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ والله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بفرض الصيام كما فرضه على الأمم السابقة يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ يعني فُرِضَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعني فالصيام ليس خاصةً بهذه الأمة بل الأمم السابقة ولكنه يختلف في كيفيتها وفي أوقاتها فبعض الشرائع الصيام فيها يكون مثلاً من طلوع الشمس إلى جزءٍ من الليل وبعضها كما كان فرض الصيام على هذه الأمة على درجات لأنه كان بالاختيار وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين يعني الذين لا يستطيعون الصيام كانت هذه الآية محكمة في شأنهم ولكنها نُسِخَت في شأن الأمة بقوله عز وجل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ولذلك كانت هذه الآيات التي نزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أخر وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعونه أو يطوقونه لا يستطيعون صيامه فديةٌ طعام مسكين ومن تطوع خيراً فهو خيرٌ له وأن تصوموا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون ثم قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًا للناس وبيِّناتٍ من الهُدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه غير أنه خُفِّف على المريض وعلى المسافر بأن يقضوا ما أفطروه في أيامٍ أخر وكذلك على الحائض وعلى النفساء لا يجوز لهما الصيام بل يقضونه في أيامٍ أخر الصيام فُرِّض على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسعة رمضانات لأنه توفي في السنة الحادية عشرة من الهجرة ولذلك الصيام كما أنه واجبٌ على كل مسلمٍ عاقل فإن له خُصوصية هذه العبادة لها خُصوصية من سائر العبادات لأن الصيام سرٌ بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى لا يطلع عليه ولا يعرفه أحدٌ سواه إضافةً إلى ما فيه من الفوائد الدينية والدنيوية والمميِّزات الكبيرة الحسية والمعنوية التي يُثمِرُها الصيام على العبد المؤمن ولذلك قال الإمام بن القيم رحمه الله الصيام سرٌ بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه كما قال عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ولذلك إذا كان لو قال لك مثلا الأمير أو الملك أو الرئيس قال أوزع جوائز على الناس ثم قال لبعضهم فلانٌ جائزتك عندي فهذه فيها مزيَّ وزيادة بأنه سيعطيه أكثر مما يعطي ما أعطى غيره من الجوائز فالله عز وجل أعظم وأجل عطاء يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها يعني في غير الصيام الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأنه سرٌ بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله تبارك وتعالى والصوم لا يدخله الرياء لأن الصائم بإمكانه في أي مكان أن يأكل ولا يراه الناس ولكنه خوفاً من الله تبارك وتعالى ومراعاةً له ولأوامره فإنه لا يمكن أن يفطر لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه ومطلع عليه فإذا الصيام سرٌ بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه والعباد قد يطلعون منه على بعض المفطرات الظاهرة أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده تبارك وتعالى فهو أمرٌ لا يطلع عليه البشر ولذلك فإن الصوم له فوائد عظيمة وله تأثيرٌ عظيمٌ على العبد في حفظ جوارحه الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها هذا من كلام الإمام بن القيم رحمه الله ولذلك يقول الصوم يذكر المسلم بحال العأكباد الجائعة من المساكين وتضيق مجار الشيطان من العبد بتضيق مجار الطعام والشراب ولذلك لما كانت مصالح الصوم مشهودةٌ وبالعقول معلومة وبالفطر المستقيمة معروفة شرعه الله عز وجل لعباده رحمةً بهم وإحسانًا إليهم وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام أكمل الهدي وأتمه والصيام له فوائد وحكم عظيمة ومن هذه الحكم يعني نأخذ بعضها لأنه هذا الصيام في الأصل أنه هو الإمساك يعني الإمساك عن الطعام أو الكلام أو غيره هذا في اللغة أما الصيام في الشريعة فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ولذلك من أعظم حكم الصيام أنه أكبر عونٍ على تحقيق تقوى الله تعالى وحسبك بذلك فضلاً كما قال عز وجل لعلكم تتقون فالصيام دليل التقوى العبد وخوفه وطمعه فيما عند الله وثانياً حصول الأجر والسواب المضاعف للصائمين فالله يكافئ الصائم بإبعاد وجهه عن النار سبعين خريفاً بكل يوم صامه تقرباً إلى الله كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبدٍ يصوم يوماً في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً يعني بعد سبعين عاماً وأيضاً الصيام مكفرٌ للذنوب ومذهبٌ للخطايا كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه لاحظوا أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيماناً واحتساباً إذا رأى الناس يصومون صام كما يصومون وأفطر معهم كما يفطرون وتسحر معهم كما يتسحرون لكنه من غير نية واحتساب لا بد من العبد أن يعقد النية أن يكون صيامه تقرباً إلى الله وابتغاءاً بما عند الله عز وجل من الثواب والجزاء العظيم وإيماناً بالله عز وجل وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر هذا الثواب العظيم لمن اختسب ونوى النية الصالحة وامتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما يصوم الصالحون فإن الله عز وجل يغفر له كل ما تقدم من ذنوبه فالله جعل هذه الأعمال الصالحة تكفيراً للسيئات كما أنه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فكذلك الصيام المبرور من صام إيماناً واحتساباً لما عند الله من الأجر وإيماناً بفرضية هذا الصيام وأن الله أوجبه على عباده فإن الله عز وجل يجعله غفراناً لما تقدم من الذنوب وسيتنا لا بد للصائم أن يجتنب كل ما يبعده وكل ما يجرح في صيامه من الغيبة والنميمة والكذب والاطلاع على العورات الناس والنظر إلى ما حرم الله عز وجل العبد إذا صام يصوم بصره وسمعه وتخشع جوارحه لله تبارك وتعالى ولذلك جاء في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والأطش والعياذ بالله وليس له من قيامه إلا السهر والتعب لابد للعبد أن يخلص لله تبارك وتعالى وأن يكون صيامه وقيامه وأعماله الصالح إيماناً بما عند الله عز وجل من الثواب وتصديقاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتساباً للأجر والثواب الذي جعله الله عز وجل للصائمين والقائمين وفي حديث أبي هريرة أيضاً في الذي رواه الإمام مسلم حديث من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه هذا حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم وهذا أعلى درجات الصحيح ما اتفق البخاري ومسلم على روايته هذا أعلى درجات الصحيح لأن أصح الكتب بعد القرآن الكريم هو صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم وقد تلقتهما العمة بالقبول فلا يجوز رد أي حديث من أحاديث الصحيحين التي جاءت فيهما ومنها هذا الحديث من صام وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيماناً بما عند الله عز وجل وتقرباً إليه واحتساباً وغفر له ما تقدم من ذنبه أما رواية مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس الفرائض الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر لأن الكبائر إنما تغفر بالتوبة الكبائر تغفر بالتوبة أما الصغائر فتغفر بهذه الأعمال الصالحة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن وهذا من فضل الله ومن رحمته ومن جوده ومن كرمه أنه يغفر للعباد بهذه الأعمال الصالحة ولذلك الصيام حافز للعبد وحافز للهمم للإقبال وإقبال الصائم على طاعات الله وترك المعاصي ولذلك نجد الصائمين ولله الحمد يحرصون على الأعمال الصالحة على تلاوة القرآن الكريم وتدبره وعلى الإكثار من ذكر الله وتسبحه وتهليله وعلى الإكثار من الصدقات وإعانة المحتاجين وبذل الندى وكف الأذى والتعاون على البر والتقوى يحافظون على أداء الفرائض وأداء النوافل وهذا ما لا يشاهد في غير رمضان فضلاً عن الفرائض مع الجماعة وذلك لأن الصيام يقوي حبهم ورغبتهم في الطاعة وتوجههم إلى العبادة فنجد ولله الحمد المساجد ملعى بالمصلين لأن العبد يقول لنفسه كيف أصوم ولا أصلي فيكون الصيام حافزاً له إلى أن يصلي مع المسلمين فيتوجه إلى الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد ويكثر من العبادة ويتل القرآن معهم وإن كان الواجب على المسلم أن يحافظ على هذه الأوامر في رمضان وفي غير رمضان وأن الصيام أيضاً فيه ترقيق للقلوب وفيه تهيئة للنفوس وتعويد لها على الصيام وعلى ترك الفضول الطعام وفضول الكلام ولذلك ففضل الصيام فضل عظيم ولذلك فالصيام من أفضل العبادات ومن أجل الطاعات ومن فضائله أنه فرض على الأمم التي من قبلنا وأن الصيام ثوابه لا يتقيد بعدد معين بل يُعطى الصائم أجره بغير حساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وحديث مسلم أن الله تعالى يُضاعف الحسنات للصائمين ويجزيهم الجزاء الأوفى وقوله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشارابه وشهوته من أجلي هذا الحديث من أعظم الأحاديث لأن الله عز وجل اختص الصوم لنفسه من بين سائر الأعمال وتظهر فائدة هذا الثواب العظيم يوم القيامة كما قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله قال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله العبد بما قدم من حسنات ويُعدِّ ما عليه من المضائل من سائر أعماله حتى إذا لم يبقى إلا الصيام يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بفضل صيامه وأن الله عز وجل قال وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَأَضَافَ الْجَزَاءَ إلى نفسه تبارك وتعالى والصوم أجزره عظيم بل هو شهر الصبر والصيام صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وتحقق أن يكون الصائمون من الصابرين وقد قال تعالى إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب وأيضاً الصوم وقاية وجنة يقص صائم من اللغو والرفث ولذلك جاء في الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد فليقل إن مرء صائم إني صائم يعني لا يرد السب بالسب بل يقول إني صائم فالصائم يعف لسانه عن السباب وعن الشتائم وعن الرفث وعن الصخب ويقيه ذلك من النار ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة أي وقاية يستجن بها العبد من النار هذا الحديث رواه الإمام أحمد وبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصيام يقل عبد من عذاب الله ومقته وناره وأيضا من فوائد هذا الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأن رائحة الصائم يتغير ريح فمه وريح معدته وبجوفه فتخرج روائح كريهة لكنها لما كانت ناشئة عن أمر محبوب عن طاعة الله عز وجل فكانت طيبة عند الله أطيب عند الله من ريح المسك وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله تعالى وطيبا لكونه نشأ عن طاعة الله بالصيام أيضا جاء في الحديث أن للصائم فرحتين فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أما فرحته عند فطره فيفرح بما أنعم الله عز وجل عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو أفضل الأعمال الصالحة وكم أناس حرموه فلم يصوموا يعني قد يكون مريضا أو كبيرا في السن فلا يستطيع الصيام أو قد يكون من الذين فارقوا الدنيا وتوفوا وكم كان معنا في الأعوام السابقة من إخوان وأحباب فقدناهم في هذا العام فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وكم أناس حرموه فلم يصوموا فيفرح العبد بما أباح الله تعالى له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجج جزاءه عند الله تعالى متوفرا كاملا في وقت العبد أحوج ما يكون فيه إلى الحسنات العبد يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه كل يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء حتى الرسل حتى أولي العزم قال عز وجل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها يخرج لهب من النار في صعيد القيامة يوم القيامة فتجث الأمم على ركبها ويجث الأنبياء حتى أولي العزم ولما يذهب الناس إلى الأنبياء والرسل ليطلبوا من الله عز وجل وليشفعوا عنده لينزل لفصل الحساب فإنه كل نبي يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى الجميع أولي العزم كل يتبرى وكل يقول نفسي نفسي حتى تكون هذه المنزلة العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشاهد أن حتى الأنبياء كل منهم حتى آدم عليه السلام وهو أبو البشرية وهو الذي كان في الجنة وهو الذي قد غفر الله عز وجل له لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يوم القيامة يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح وكذلك نوح وإبراهيم فأولو العزم أيضا هم في ذلك اليوم العظيم لما يشاهدون من الأهوال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تتطاير الصحف وتوضع الموازين والعبد يكون في حاجة إلى حسنة لترجح حسناته يطلب الوالد من ابنه أن يعطيه حسنة واحدة ويقول أي أب كنت لك أني أطلب منك حسنة فيقول نعم الأب أنت ولكني يا أبتي اليوم أنا أحوج منك إلي فيها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل منهم له شأن مشغول بنفسه فلذلك يكون أشد ما يكون بحاجة إلى الحسنات فالصوم يجزي به الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم فالصوم كما جاء في الحديث أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان فيه رواه الإمام أحمد وهذا الحديث له شاهد أن القرآن يكون يوم القيامة كما في حديث مسلم يكون شافعا لأصحابه القرآن يشفع فالأعمال الصالحة أيضا منها الصيام تشفع للعبد يوم القيامة فهذا وإن كان الحديث بعض العلماء قد يضعفه ولكن يشهد له الأحاديث الأخرى أن القرآن يوم القيامة يكون شافعا لأصحابه وهذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال الإمام المنذري رجاله محتج بهم في الصحيح كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو حديث حسن أيضا كما قرره العلماء ومنهم الإمام الألباني رحمه الله فهذا الحديث يدل على أن الصيامة والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أن تطلب من يشفع لك يوم القيامة من يشفع لك عند الله عز وجل فتجد الصيام والقرآن أمامك يشفعان لك يقول الصيام إني جوعته ومنعته من شهوته فيارب شفعني فيه فيشفعه الله فيه ويقول القرآن يا ربي إني منعته من النوم في الليل لأنه يقوم الليل يتهجد في الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هذه صفات المؤمنين أقيام الليل هو دعب الصالحين قبلكم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داعي فأجيبه هل مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر وذلك كل ليلة فإذن قيام الليل مما يشفع للعبد بسبب القرآن فيقول القرآن يا ربي شفعني فيه لأني منعته من النوم في الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل هذا جزاؤهم الله عز وجل لا يهلك عليه إلا هالك شقي يجزي بالحزنة الواحدة عشر أمثالها من جاء بالحزنة فله عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يعطي الجزيل على العمل القليل ولذلك على العبد أن يحسن صيامه وأن يحسن صلاته وقيامه وأن يبتعد عن كل ما يجرح صيامه وقيامه صلاة الليل في رمضان خاصة لها مزية ولها فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما هو يصلي علشان الناس يصلون لا في الطمعا في ثواب الله وامتثالا لأمر الله عز وجل واكتداعا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم ليلة رمضان وكان دعب الصالحين قبلنا قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان غير من صام فإذا من صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه بل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه الليلة التي تعادل خير من ألف شهر يعني من ثلاثة وثمانين سنة وستة أشهر وزيادة ويقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأمم السابقة أعمارهم طويلة وأعمار أمته قصيرة فسأل الله عز وجل أن يزيد من حسنات هذه الأمة فأعطاهم هذه الليالي المباركات العمل فيها يضاعف تضاعف فيه الحسنات ليلة واحدة خير من ألف شهر من ثلاثة وثمانين سنة وزيادة ستة أشهر تقريبا طيب من اللي عمر ثلاثة وثمانين سنة صافية فالعبد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوزها وكم شبابك عشرين سنة أو خمسة عشر سنة كلها شباب والنوم والأكل كم يصفالك من عمرك يصفالك عشر سنين أو عشرين سنة فقط ليلة واحدة في هذا الشهر خير من ثلاثة وثمانين عاما وعدة أشهر هذا فضل من الله فهذا فضل هذه الأمة لذلك بعض العلماء يقول إن الله اختص هذه الأمة بهذه الليلة وبعضهم يقول إنه كان للأمم السابقة فضائل كذارك في شهر رمضان وفي الصيام لكن هذا هو الثابت بالنص القرآن ونص السنة ليلة القدر خير من ألف شهر ولذلك الله عظمها وعظم شأنها قال إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني أنزل الله عز وجل القرآن في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر عظمها وعظم شأنها ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الملائكة تنزل حتى يقال إنهم عدد الحصى بالأرض تنزل الملائكة والروح فيها جبريل أيضا رئيس الملائكة ينزل والملائكة تنزل تنزل الملائكة والروح فيها من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر حتى يطلع الفجر فهي ليلة سلام وخير وأجر ونعمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يعني أن المقادير التي تكون في هذه السنة كلها تقدر في ليلة القدر تقدر فيها الأعمار والآجال والأرزاق وكل والخير والشر في هذه الليلة المباركة ولذلك يجتهد العبد ويدعو الله عز وجل في هذه الليلة ليلة واحدة يجتهد فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيى ليله وشد المعزر ولم ينم عليه الصلاة والسلام في ليالي العشر ويعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر كلها في مسجده صلى الله عليه وسلم ويعتكف معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم لأن شهر الصيام شهر الخير ومضاعفة الحسنات في هذه الليالي العظيمة التي على العبد أن يستغلها ولا يفرط فيها وكان وإنما سميت صلاة الليل في رمضان بصلاة التراويح لأن قيام رمضان شامل سواء في أول الليل أو آخره وعلى ذلك صلاة التراويح تعتبر من قيام الليل من قيام رمضان فينبغي للعبد أن يحرص عليها صلاة التراويح وصلاة القيام ويحتسب الأجر والثواب وما هي إلا ليالي معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها لأن العبد لا يدري هل يدرك رمضان الآخر أم يكون آخر رمضان في حياته ورؤيا أن ثلاثة كانوا أصحاب صالحين فتوفي إثنان استشهدوا في سبيل الله من أفضل الأعمال الشهادة في سبيل الله وبقي واحد منهم فمات بعدهم بعد سنة مات هذا الصاحب الثالث فرغي في المنام متقدما عليهم في المنزلة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أليس صلى كذا وكذا أليس صام رمضان أليس قام ليلة القدر فهذا تقدم عليهم في المنزلة مع أنه لم يستشهد معهم في سبيل الله فخيركم من طال عمره وحسن عمله لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا يزداد تسبيح وتهليل وصلاة وصيام وصلة أقارب وصدقات وخير وصلة رحم وإزالة أذى عن الطريق الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ولا إيمان لمن لا حياء له يعني هو ناقص الإيمان ولذلك هذه الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق لك فيه أجر كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة كل أمر بالمعروف صدقة كل نهي عن المنكر صدقة إصلاح بين الناس صدقة أمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة تعين الرجل على دابته وجدت واحد محتاج أنك تساعد في حمل بضاعة أو حمل متاعه في سيارته أو إلى بيته فتعينه عليها هذه صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس نشاه يعني بعظم صغير تهديه لجارتها ويقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فكثر ماءها ثم تعاهد جيرانك كل بيت تعطيه فلك فيه أجر وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران عندهم منايح يعني غنم وبقر فكانوا يحلبونها ويهدون يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون بذلك إلى الله عز وجل بالإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العلماء إنما سميت صلاة الليل صلاة التراويح لأنهم كانوا يطيلونها جدا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي الليل وقام معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وافتتح البقرة البقرة ثلاثة أجزاء وزيادة ثم افتتح النساء هكذا في الترثيب ثم افتتح آل عمراء يقول حذيفة رضي الله عنه في ركعة واحدة ثم ركع نحوا من قيامه ثم رفع نحوا من ركوعه ثم سجد نحوا من قيامه عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالناس بعضهم يستثكل ولكنه لو أصغى سمعه للقرآن وتفكر في آيات الله لو صحت يقول عثمان ابن عفان ذي النورين الخليفة الراشد يقول لو صحت من القلوب ما شبعت من كلام الله كلام الله هو القرآن ولذلك كانوا يطيلون الصلاة سميت التراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا ثم استأنفوا الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام صلى ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثم تكاثر الصحابة الذين يصلون خلفه ثم لم يخرج عليه من نبي صلى الله عليه وسلم في الليلة السادسة أو السابعة فلما صلى الفجر قال لم يخفى علي مكانكم يعني أنا أعلم أنكم أتيتم للصلاة ولكني خشيت أن تفرض عليكم خشي النبي أن تفرض صلاة القيام صلاة التراويح على هذه الأمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول عليه الصلاة والسلام ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة كل نبي عجل دعوته بالدنيا على قومي ولقومي قال إلا أنا فادخرت دعوتي وشفاعتي إلى يوم القيامة لأمتي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سنى صلاة التراويح في المسجد ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس كثر الصحابة ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليهم عليكم قال وذلك في رمضان رواه البخاري ومسلم وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع سبع أيام من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصف الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو استمرت تصلي فينا حب الصحابة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم وهذه بشارة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحديث رواه أهل السنن بإسناد صحيح وأهل السنن هم النساء وأبو داود والترمذي وابن ماجه هؤلاء الأربعة هم أصحاب السنن وإذا قير رواه الخمسة يعني بزيادة رواية الإمام أحمد وإذا قير رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب وأصحاب السنن هكذا هي مصطلحات علماء الحديث رحمهم الله من الصائمين للأسف من يتهاون بصلاة الجماعة يعني ما هو بس أنه يجي يصلي صلاة التراويح والقيام ولكنه ينام عن الصلاة المفروضة مع وجوب الصلاة المفروضة في الجماعة وقد أمر الله بها في كتابه في صلاة الخوف قال تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فالله عز وجل أمر بصلاة الجماعة في حال القتال وفي حال الخوف فما بالك في حال الطمأنين والراحة والأمن نحن في أمن وفي خير وفي آفية أفلا نصلي مع جماعة المسلمين وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بـ 27 درجة 27 درجة يفرط فيها الذي يصلي في بيته محرم من هذا الأجر وفوت على نفسه كثير من الفوائد التي تحصل باجتماع المسلمين في المسجد ولا يعرف الناس المسلمين بعضهم بعضا والجيران بعضهم بعض إلا بالصلاة الجماعة فيتزاورون ويسلم بعضهم على بعض ويسأل بعضهم عن حال بعض والمسافر يدعون له والمريض يزورونه والمحتاج يساعدونه هذه من فوائد صلاة الجماعة وفيها المحبة والأخوة وفيها التقارب بين المسلمين والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فترك الجماعة يعرض العبد نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال أثقل الصلوات أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا يعني يحبون على أيديهم وعلى أرجلهم لو يعلمون ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء من الأجر لأتوهما ولو حبوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس ثم أن طلقوا معي برجالٍ معهم حزمٌ من الحطب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان باب فضل العشاء في جماعة وكذلك رواه الإمام مسلم وغيره فهذه من عظم فضل صلاة الجماعة وأهميتها وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود ابن مسعود عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة عبد الله بن مسعود الهذلي وكان ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم حتى من جاء للمدينة يظنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه يعني ناصحاً للأمة من سرَّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ومريض لا يستطيع تخط رجلاه في الأرض حتى يقام في الصف لفضل صلاة الجماعة ولذلك يعني يحرص المسلم على هذا الأمر العظيم أيضاً مما ينبغي وما يجب على الصائم أن يجتنب ما حرَّم الله عز وجر عليه ورسوله من الأقوال والأفعال حتى لا يفسد صيامة ولا يجرح صيامة من الكذب والإخبار وإشاعة الشائعات بعضهم حتى في وسائل التواصل الاجتماعي يجد إشاعة فيبثها بين المسلمين بموت فلان أو عمل فلان أو شيئاً يضر المسلمين أو يخوفهم فهذا مما لا يجوز هذا من الكذب إن أحدكم يكذب بالكذبة ويأتي بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالاً يكتب الله عليه بها صخطه إلى يوم القيامة فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً فهو في الصيام أعظم جرماً الذين يكذبون ويشعون هذه الشائعات وكذلك الذين يفتون بغير علم ويحللون ويحرمون أيضاً هذه من كبائر الذنوب كما قال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب وقال من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وكذلك على الصائم أن يتجنب ما يجرح ويفسد صيامه أو يقل ثوابه من الغيبة والنميمة والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره سواء كان هذا فيه أو ليس فيه كمثلاً في خلقته كالأعرج والأعمر والأعور والأعمى على سبيل العيب والذنب أو بما يكره في خلقه كقولك فلان أحمق أو فلان سفيه أو فاسق سواء كان هذا فيه القول أو ليس فيه وإذا كان فيه فقد اغتبته وإذا لم يكن فيه فقد بهته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره ولقد نهى الله عز وجل عن الغيبة وشبهها في القرآن بأبشع صورة وقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه وفي حديث أبي داود وهذا حديث عظيم فيه تحذير من الغيبة والنميم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مر بقوم لهم أظفار من نحاس من حديد من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يجتنبها وأن يحذرها ونختم بأمر عظيم وهو أن شهر رمضان هو شهر القرآن وشهر تلاوة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والله عز وجل أثنى على الذين يتلون كتاب الله قال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يتلون كتاب الله ويكمنا الصلاة والله غفور شكور يوفيهم أعظم أجورهم لكن تلاوة القرآن على نوعين تلاوة حكمية بأن يصدق الأخبار وينفذ الأحكام تنفيذه واجتناب النواهي والنوع الثاني تلاوة لفظية وهي قراءته وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها وأن سواء كان في سور معينة أو في جميع القرآن ففي حديث البخاري عن عثمان في النورين رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو ويتتعتع فيه وهو عليه شاق يعني إنسان ما قرأ القرآن هو صغير ما قرأه إلا في كبره وصعب عليه القراءة فهذا له أجران أجر المشقة وأجر التلاوة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به تفضل الله عليه بأنه قرأ القرآن صغيرا وحفظه وأتقن تلاوته هذا مع السفرة مع الملائكة الكرام البررة في عليين يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ في الجنة فإن منزلتك عند آخر آية من القرآن إذا كان حافظ القرآن عند آخر آية منازل في الجنة لأهل القرآن اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال في حديث أبي موسى في الصحيحين يعني هذا أعلى درجات الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو الأترجة نوعا من الفاكه أكبر من البرتقال وهو ريحه طيب وطعمه لذيذ ومعروف في ديار نجد وفي غيرها مثل الأم المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة هذه النبتة طيبة الرائحة طيبة الطعم طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها وطعمها حلو وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وفي حديث عقبة بن عام رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلموا فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين تعلم آيتين فقط من القرآن خير له من ناقتين كم قيم العبل اليوم وصلت إلى ملايين مئة الآلاف فيتعلم آيتين من القرآن خير له من ناقتين فهذا فضل من الله تبارك وتعالى وثلاث آيات خير له من ثلاث نياق وأربع خير له من أربع نياق ومن أعدادهن من الإبلي ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتنون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبلي في عقلها وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف ففيها ثلاثون حسنة ففضائل القرآن كثيرة والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذا لا يدخله الشيطان كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها آية الكرسي وفيها خواتيم سورة البقرة البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين وفق الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وكان السلف رحمهم الله في حالهم في رمضان يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان خاصة كان الإمام الزهري الإمام محمد بن شهاب الزهري هو الذي طلب منه عمر بن عبد العزيز بجمع حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينها وهو من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم كان رحمه الله إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام يعني يقرأ ويتصدق ومن فطر صائما فله مثل أجري فشهر الصيام شهر القرآن وشهر الصدقات شهر البذل وشهر العطاء وكان مالك رحمه الله الإمام مالك إمام دار اليجرة إن مالك بن أنس إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف وكان قتاده يختم في كل سبع ليالي دائماً وفي رمضان في كل ليلة وفي كل ثلاث ليالي وفي العشر الأخيرة يختم فيها كل ليلة ولقد رأينا في هذا الزمن من يختم القرآن في عشر ساعات وبعضهم في سبع ساعات مسجلة الآن على موجودة في وسائل التواصل وفي اليوتيوب من ختم القرآن في سبع ساعات أو في عشر ساعات وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فرمضان هو شهر الجودي وشهر القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة كل ليلة ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدارس النبي القرآن كل ليلة من رمضان ثلاثين ليلة تسعة وعشرين ليلة وجبريل ينزل من السماء يدارس المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان وفي العام الذي توفي فيه نزل عليه مرتين كل ليلة فقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته ما أظن إلا أن أجلي قد أزفا لأن جبريل نزل علي في رمضان أكثر مما كان ينزل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام أجود بالخير بالعطاء بالصدقات مناء الريح المرسلة وروا الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه ما حد يجي يطلب شيء إلا أعطاه وفي حديث البيهق عن آئشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يطلق الأسير ويعطي كل سائل فالجود من طبعه صلى الله عليه وسلم من كرمه ورمضان هو شهر الجود وشهر العطاء ولذلك ينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا وأن يجتهدوا في الصيام والقيام وبذل الصدقات والأموال وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم وأعنا فيه على الصيام والقيام وأعنا فيه على الأعمال الصالحة اللهم اجعلنا ممن يدرك عشر رمضان وممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم واحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح الرائع والرعية وسائر أمور المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين لذلك 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 لذ